طب خليني أسأل سؤال وحأخذ السؤال من إسلام أسأله لك يا محمد هل تعتقد أن السكور الكبير النهار ده 4-0 نتيجة كبيرة جدا والنتيجة تقيلة هل تعتقد أن ده بسبب تقلق نادي الزمالك بسبب تقلق كابتن معتمد جمال في قراءة الملعب في تعديل طريقة اللعب ولا علشان ضعف المنافس بشكل كبير اللي تنمع أي ماتش من سياقه بتاع الخصم يعني دايما الماتش عشان تقيسه دايما حالتك وحالة الخصم فحالة الزمالك هل تحسن حالة الزمالك لا حالة الزمالك تحسنت في اللقاء ده عن اللقاء أبو سليم ما كانش خصم قوي والنقطة التانية حالة المنافس حالة المنافس بتبقى مؤسرة يعني هو في النهاية الزمالك مرضو كان جات في فيوشتر بس ما كسبش أربعة في النهاية كسب اتنين فالنتيجة للسكور الكبير لا علاقة بسوار ولكن فوز الزمالك نفسه ان هو سجل هدف واثنين في بداية اللقاء لا علاقة ان الزمالك عدي الحاجات عن لقاء أبو سليم وكابتن محتمد عمل حاجات زي ما اسلام كان بيقول اللي هو ما كالكحاش على اللعبة فما تلكعش عليه في مثلا نقطة اللي هي بتاعت ان الزمالك لم يستقبل أهداف للثلاث مباراة يعني الناس ممكن تعرف ان ده اول مرة يحصل من ديسمبر اتنين وعشرين اللي هو الفترة اللي الزمالك ركب فيها الدوري مع فريرة من سنة تقريبا يعني سنة كاملة الزمالك ملعبش ثلاث مباراة بدون شباك يعني من ساعة ما ركب القطر الأسوان يمكن ما يا جماعة قولوا ما شاء الله يا جماعة لا طبعا ما شاء الله وربنا يزيد ويبارك كمان لخير كل الأندية بس انا بقول ان فكرة تعديلات اتعملت على التشكيل واللعبة برباعي اللي كان حصل في الشوت الأول ده بيدي أمان أكتر اللعبة برباعي واثنين دفندرات بيدي أمان أكتر وإن كان على حساب القوة الهجومية بس فيه أحيان انت بتحتاج تقلل الرزق لو انت حالتك مش أفضل شيء بتقلل الرزق شوية مقابل عنصر الأمان انت مش بتخاطر مقابل الأمان فالزمالك حاليا تحس ان هو مختار الأمان مقابل عدم المخاطرة الكبير يمكن كان فيه حاجة وحيدة بس ان الزمالك كان عنده فرصة بعد التسجيل الهدف الثاني في الشوت الأول مبكرا ان يزود حصلت حاجة يمكن معانا صورة لها اللي هو تم تغيير مكان زيزو وشيكبالا جيه شيكبالا شمال وزيزو يمين لو نشوفها كده في الفورميشن ده اللي حصل في ممكن دي صورة زيكبالا وزيزو عموما بشكل عام معانا هي حاجة رصد لها ده حيترجم الموضوع هو اللي حصل ان جيه بعد الجوني التالية مباشرة جيه شيكبالا شمال وزيزو يمين الناس تبص ده الاهداف المتوقعة للزمالك اللي بالأحمر ده الاهداف اللي سجلت فعليا وبالأزرق الاهداف المتوقعة تحت هنا الأحمر بيرتفع لغاية الدية 29-52 اللي هي لحظة تسجيل الهدف للزمالك التاني اللي هي لحظة الهدف التاني اللي هي 3-0 هنا كان الـ XG بتاع الزمالك الهدف المتوقعة بتاعها وقف وقف لغاية إمتى؟ لغاية أول كرة في الشوط التاني الدية 5 اللي هي كرة سيف الجزيري اللي هو حتى لو معانا محاولات الزمالك حنستعرضها الصورة اللي بعدها حتبين له ده الزمالك بعد هدف شيكبالا هنا ده التوقيتات بتاع محاولات الزمالك هتلاقي أن بعد الديها 29 المحاولة رقم 5-1-2-3-4-5 اللي هي محاولة الجون المحاولة الـ 6 فيه ربع ساعة كاملة أو 20 دقيقة كاملة اللي هي الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول الزمالك ما عملش أي محاولة سواء على المرمى أو خارج المرمى رغم أن دي كانت فورة للزمالك ففيه نقطة في طريقة لعب شيكبالا وزيزو فيه أوقات أما يبقى عندك الوينجين ممكن تغير ما بينهم ده بتحصل كتير انت تجيب اليمين شمال والشمال ييمين يعني انت بتقول أنه في الربع ساعة دي اللي ما كانش فيه أي محاولة ده علشان هو غير ما بين زيزو مكان زيزو مع شكبالا في الحالة دي بيبقى فتح الملعب يمين وشكبالا فتح الملعب شمال ومحدش بيضم الجوه يعني الزمالك الموسمين المتتنين اللي خات في يوم الدوري كان الستايل بتاع الوينجات بتاعته ما كانش فيه أصلا بيغير بين اليمين والشمال ليه؟ أشرب بين شرق موجود ناحية الشمال هو بيلعب برجل اليمين فبيخش الجوه كمهاجم تاني وزيزو فتح الملعب ناحية اليمين بيستخدم إرسال عرضيات كتير وده كان مؤثر جدا في الزمالك من بعد رحيل بالشرق بقى زيزو بيجي شمال فدي منطقية عادي زيزو بيجيد ان يلعب لخارج الملعب وبيجيد انه يبقى وينجل داخل الملعب دي حاجة مميزة جدا في زيزو ولكن لما تجيب بقى شيكابالا شيكابالا في الحالة اللي هي موجود فيها شيكابالا احنا معارفين عدلته لازم ييمين ويقطب ويخش الجوه والتريد مارك بتاعه فما يجي يلعب شمال وخصوصا الوينجر التاني يبقى زيزو يمين فهنا فتح ملعب بزيادة حينتج عنه مجموعة من العرضيات بدون محد يكمل لان زيزو ما هيحضر الهجم من ناحية اليمين شيكابالا مش افضل شيء عنده انه بيخش يكمل وشيكابالا ما هيحضر الهجم من ناحية الشمال ويبقى ليه احتمال ان زيزو يكمل بس مش ده اللي هيبقى زيزو الجوه دي ما كانتش مطلوبة في رأيه يعني ولو في وجود لما يبقى مثلا ساي ان الوينجر التاني ابراهيم انضاي ممكن نشوف التبادل بين زيزو وانضاي انما زيزو وشيكابالا فهي لازم تكون دايما زيزو هو اللي واخد الشمال وشيكابالا واخد اليمين لان شيكابالا لا اكثر اجدل شيكابالا تبقى موجودة دايما اما تحط ناحية اليمين وبيعمل بقى زي ما شفنا الجون يعني حاجة كده الماستر بيس بتاعته والثيجنيتشر بتاعه يعني هو الجون ده خلاص يعني بتشوفه اول ما بتشوفه في الملاعب المصرية بزيزو بتقول ان الجون ده جايبه شيكابالا وما بتقدرش يتعد هو جابه كم مرة والنهاردة حتى رغم ان المدافع بتاع ارتسولار تخيل ان الشيكابالا رايح يعني يا الجون فيه جميل جدا هو راح راح بقى خلاص هيخش الجوه راح راجح تاني وعادل عدلته وحاطتها والجون حتى فضل يمشي مش هي بتخيل ان الكرة تروح وسط الزحمة دي من الجمال ده يعني قبل الجون على فكرة كان ليه الشيكابالا اللي كان ليه محاولتين برجل اليمين اي نعم ما كانش يعني لم يستطع يعني انه يحرز هدف بس التالتة كانت تبتأ بالشمال